يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق منه هل خليت الروح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله اليونت السابع للصف الأول المتوسط كتاب الطالب Students Book والآن سوف أبدأ بين 7 Lesson 1 Page 53 صفحة 53 Instructions Instructions التعليمات وهنا العنوان لدينا Environment يعني البيئة safety السلامة and health والصحة Environment safety and health يعني البيئة والسلامة والصحة Instructions التعليمات Talk about the pictures التحدث حول الصور They'll read and match the instructions to the pictures بعد ذلك أقرأ وطابق يعني التعليمات إلى الصور هنا لدينا هذه الصور وبالأسفل لدينا التعليمات فهنا لدينا التعليمات Instructions Number 1 Keep off the grass Keep off the grass يعني معناها ابتعد عن لمس الحشائش فتكون D Picture number D يعني الصور رقم D تكون Number 2 Don't write in this space لا تكتوب في هذا الفراغ فتكون E Number 3 Add water and mix with the flow Add water and mix with the flow يعني أضف أماء وأخلطه مع الطحين فتكون Picture A Number 3 تكون Picture A و Number 4 Eat plenty of fruit and vegetables Eat plenty of fruit and vegetables يعني تناول الكتير من الفواك كهو الخضروات فتكون Picture F و Number 5 Don't leave keys in the car Don't leave keys in the car لا تترك يعني المفاتيح في السيارة فتكون Picture B و Number 6 Don't put hot plates on the table Don't put hot plates on the table يعني لا تضع الصحون الحارة على المنظرة فتكون Picture C وهذه الصور بعد أن رقمناها والآن لدينا الصفحة الأخرى لونة 7 Lesson 2 Page 54 صفحة 54 of the students book من كتاب الطالب Warnings to children Warnings to children يعني تحذيرات إلى الأولاد Talk about the pictures يعني تحدث حول الصور and work out the meaning of new words واستنبط معاني الكلمات الجديدة The first picture الصور أولا تكون Broken glass يعني قدح مكسور The second picture الصور ثانا تكون Matches Matches معناها عيدا الثقاب وأيضا معناها مباريات Medicine Medicine معناها الدواء وأيضا لدينا Plastic bags Plastic bags معناها حقائب بلاستيكية من لدائن وأيضا The next picture الصورة الأخرى Knives معناها سكاكين و Scissors معناها مقص وأيضا The last picture الصورة الأخيرة تكون Pool معناها حوض السباحة والآن بالأسفل لدينا answer these questions الآن أجب على هذه الأسئلة All the things in the pictures كل الأشياء في الصور can be dangerous for children تستطيع أن تكون خطرة for children للأولاد Which ones can make them sick يعني أي واحدة من هذه الأشياء البالأعلى تجعلهم يعني يصابون بالمرض فالجواب يكون Medicine can make them sick Medicine can make them sick فقط نضيف هنا medicine يعني معناها الدواء كمان في الصورة في الأعلى الدواء يعني يجعلهم يصابون بالمرض فنكتب فقط في البداية نحذف Which ones ونكتب Medicine can make them sick وأيضا السؤال الآخر Which ones can hurt them badly Which ones can hurt them badly يعني أي واحدة من البالأعلى يعني تؤذيهم بسوء فيكون الجواب Glass Knives and Scissors can hurt them badly Glass Knives and Scissors can hurt them badly إذن اللي يؤذيهم بسوء هو Glass يعني الزجاج وأيضا Knives السكاكين وScissors أيضا يؤذيهم بشكل سيء ونكتب Which ones can hurt them أي واحدة من البلاع لا تستطيع أن تقتلهم فيكون جواب plastic bags يعني الحقائب البلاستيكية can kill them تصطيع أن تقتلهم والآن لدينا في الأسفل Read these warnings and match them to the pictures أقرأ هذه التحذيرات وطابقها مع أصوات number one put that down يعني تركها you'll cut yourself أنت سوف يعني تجرح نفسك number two don't drink that لا تشرب you will make yourself sick سوف يعني يمرضك number three don't don't go in the pool alone لا تذهب إلى حوض السباح لوحدك you will drown yourself سوف تغرق نفسك number four don't play with matches لا تلعب يعني بعيدان الثقاب you will burn yourself سوف تحرق نفسك number five don't touch this لا تلمسهم you will cut yourself سوف يعني تجرح نفسك number six don't put that on your head لا تضع يعني على رأسك you will kill yourself أنت سوف تقتل نفسك والآن لدينا الصفحة الأخرى يوني seven lesson three page 55 صفحة 55 of the students book من كتاب الطالب warnings to parents warnings to parents يعني تحذيرات إلى الوالدين read the posters and try to work out the meaning of new words read the posters يعني اقرأ يعني الملصقات and try to work out وحاول أن تستمبض the meaning of the new words يعني معاني الكلمات الجديدة where do most accidents happen يعني أين تحدث أكثر الحوادث أين تحدث in the street في الشارع on the beach على الساحل at school في المدرسة no لا most accidents happen at home أكثر يعني أو أغلب الحوادث تحدث في البيت don't let accidents happen in your home لا يعني تدع الحوادث تحدث في بيتك number one always keep medicine out of the reach of children دائما يعني أحفظ الأدوية يعني بعيدة عن الوصول للأولاد بعيدة عن الأولاد number two never let children play in the kitchen never let children play in the kitchen أبدا يعني لا تدع الأولاد يلعبون في المطبخ number three always keep knives away from children دائما أحفظ يعني أو أبقي السكاكين بعيدة عن الأولاد number four never let children play in the pools alone يعني أبدا لا تدع الأولاد يلعبون في أحواض السباحة لوحدهم number five never let children play with matches أبدا لا تدع الأولاد يلعبون بعيدا الثقاب number six always keep plastic bags out of the reach of children يعني دائما يعني أحفظ الكياس البلاستيكية بعيدا عن الوصول للأولاد أو بعيدا عن الأولاد هذه كانت بعض التحذيرات للوالدين والآن لدينا الصفحة الأخرى يونيس seven listen four page 56 صفحة 56 of the students book من كتاب الطالب going fishing going fishing يعني الذهاب للصيد listen and read يعني استمع وأقرأ they'll read and answer the questions in your activity book بعد ذلك أقرأ وأجب على الأسئلة في كتاب النشاب Mazzin has a shop near the sea in أم قصر يعني Mazzin يملك يعني محل في قرب البحر في منطقة أم قصر when people want to go fishing حينما الناس يريدون يذهبون للصيد they can buy or hire يعني هم يستطيعون أن يشترون هم يشترون أو يستأجرون everything they need in his shop everything they need in his shop أي شي يريدون في محله Khalid and Ahmed are going fishing Khalid وأحمد هم مذهبين للصيد they are in Mazzin's shop هم يعني في محل Mazzin فهنا في الصورة Hi Mazzin We'd like to hire a boat مرحبا Mazzin نحن نريد أن نستأجر قارب حسنا but fishing is dangerous ولكن الصيد هو خطر Have you have you got everything هل يعني جهستم كل شيء I think so أنا أعتقد كذلك هنا Mazzin يسألهم Mazzin what will you do if the boat sinks ماذا سوف تفعلون إذا القارب غرق أحمد أحمد if the boat sinks إذا يعني القارب غرق yes but you will need these live jackets ولكن أنتم سوف تحتاجون هذه ستر النجاة أحمد oh yes thanks أحمد oh yes thanks شكرا Mazzin what will you do if you get lost ماذا سوف تفعلون إذا فقد الطريق we'll use a campus نحن سوف نستخدم البوصرة Mazzin right حسنا حسنا here you are هذه يعني البوصرة one campus بوصرة واحدة Kali thanks شكرا Mazzin what will you do if the motor stops يعني ماذا سوف تفعلون إذا المحرك توقف أحمد if the motor stops إذا المحرك توقف we row سوف نجذف Mazzin okay so you'll need horse يعني ذلك أنتم سوف تحتاجون المجاذيف want you أليس كذلك أحمد oh yes نعم Mazzin right حسنا one pair of horse يعني زوج من المجاذيف I think you will be safe نعم أنا أعتقد سوف تكونون بأمان الآن Khaled how much is that Mazzin يعني كم سعر يعني كم سعر هم Mazzin Mazzin let me see دعني أرى well حسنا if you take me fishing إذا أخذتني للصير I'll give you everything free أنا سوف أعطي كل شيء مجانا fantastic let's go رائع نذهب كمان لاحظ في هذا الموضوع إذا يتحدث عن F الشرطية هنا لدينا موضوع F closes معناها F الشرطية في هذه المرحلة راح نتعلم فقط الحالة الأولى من F الشرطية هناك أدة حالات لF الشرطية ولكن هنا راح نتعلم الحالة الأولى هي تكون F وبعدها جملة الشرط وبعدها تكون طبعا فارزة وبعدها جواب الشرط جملة الشرط دائما بعد F في الحالة الأولى تكون بعدها مضارع بسيط طبعا فاعل وبعدها مضارع بسيط أما جواب الشرط فتكون فاعل زائد وال زائد فعل مجرد دائما بعد وال شال كان كود فعل مجرد فهذه نسميها في زمن المستقبل وهذا تكون في زمن المضارع البسيط هنا لدينا مثال على جملة F الشرطية في الحالة الأولى هنا F وبعدها طبعا كما قلنا بيأتي مضارع بسيط مضارع بسيط هو متكون من يعني الفاعل والفعل أما المساعدة أو الفعل الرئيسي طبعا بعد الفاعل فهنا فعل مساعد في حالة المضارع فهذه جملة مضارع بسيط If he's late If he's late إذا هو يعني متأخر He will miss the bus هو سوف يفقد الباس فهنا لدينا في الجملة الثانية واضح هنا فارزة بين هنا جملة الشرط وهنا جملة جواب الشرط فإذا هو يعني كان متأخر هو إذا هو متأخر سوف يفقد الباس فهنا في هذه الجملة الثانية تكون في زمن المستقبل ففاعل وبعدها وال وبعدها فعل مجرد بعد وال شال كان كود أفعال مستقبل يأتي بعدهم فعل مجرد فالجملة الأولى تكون اللي بيجانب If تكون مضارع بسيط والجملة وقد تأتي هذه الجملة في البداية قد تأتي هنا في البداية فنفس الشي If تكون في الوسط وبعدها مضارع بسيط وأمامها تكون المستقبل هنا لدينا في هذه الجملة If الشرطية واقعة في الوسط فنفس القاعدة بعد If دائما الجملة بعد If تكون مضارع بسيط مضارع بسيط يعني مضارع بسيط معنها She تأخذ فعل فيه S و I تأخذ فعل مجرد فهنا If She False هنا She وتأخذ بعد فعل فيه S فنقول She False مضارع بسيط والجملة هذه هي المتحركة أما تكون بعدها بعد هذه الجملة مرات أو تقع في البداية فهنا وقعت في البداية هي جملة المستقبل She Wall هنا لكن اختصارناها حذفنا ال W I حذفنا ال W وفقت L ووضعنا كومة فهنا اختصار ل Wall فنقول She will burn herself إنها سوف تحرق نفسها لاحظوا هنا الفعل البعد Wall فعل مجرد She will burn herself إنها سوف تحرق نفسها If she falls into the bath إذا هي سقطت في الحمام فدائما If بعد هي مضارع بسيط قبل هي تكون مستقبل أو قد تأتي جملة المستقبل بعد هذه الجملة يعني إذا جاءت F في البداية هذه جملة أخرى وضعنا F الشرطية في البداية فكما تعلمنا بأنه بعد F الشرطية تكون الجملة مضارع بسيط هنا The motor stops If the motor stops إذا يعني المحرك توقف They will use the horse F الجملة مضارع بسيط والجملة البعدها تكون مستقبل They will use the horse They فاعل وبعدها use فعل مجرد وقد تأتي كما قلنا هذه الجملة الثانية في البداية قبل F ونفس الشيء تكون مستقبل هذه تكون الجملة المتحركة أما تأتي بعد هذه الجملة بعد جملة الشرط أو تأتي في البداية وتسمى هذه جواب الشرط فهنا لخصنا قاعدة F الشرطية الحال الأولى إذا كانت F في الوسط فبعدها مضارع بسيط وقبل هذه الجملة تكون قبلها مستقبل بسيط يعني فيه wall وبعد wall فعل مجرد أما إذا جاءت F في البداية فبعدها أيضا مضارع بسيط نفس الشيء يعني مضارع بسيط يبقى بعد F وخمسين من كتاب الطالب danger danger معناها الخطر read and work out the conversation يعني أقرأ واستنبط يعني المحاورة هنا دينا محاورة وندينا جمال في الصندوق الأصفر ويطلب منا أن نطابق الأسئلة مع الأجوبة فهنا دينا منا تسأل سعيد أين آمال فيكون جوابها سعيد هنا يجيب تكون E I don't know أنا لا أعرف فهنا تسأل منا هل شاهدتها فسعيد يجيب C إنها كانت في غرفة الجلوس قبل دقيقتين منا هل تسأل هل تسأل هل شاهدتها هل هي ذهبت معك في الحديقة فهنا يجيب سعيد نمبر ثري يجيب جي لا لم تكن منا سعيد هنا يجيب ما الأمر منا فمنا هنا تجيب الحمام سعيد هنا يجيب F فتكون what about the bathroom ماذا عن الحمام فهنا تقول هنا I fold the bath with very hot water أنا ملأت الحمام يعني بالماء الحار بالماء الجد الحار فهنا سعيد يقول B I'll go and look أنا سوف أذهب وأنظر هنا run run أركض سعيد هنا يجيب D تكون جواب I've got her she's okay أنا يعني ذهبت هنا لك جيد والآن لدينا الصفحة الأخرى unit seven lesson eight page 58 صفحة 58 of the students book من كتاب الطالب road safety معناها أمن الشعر look at these three pictures انظر إلى هذه الصور الثراثة how many dangers can you see كم يعني عدد الأخطار التي تشاهد ها in picture ن بوان يعني في الصور الأولى there are three things wrong there are three things wrong هناك ثلاثة أشياء يعني خاطئة two boys يعني ولدين are riding on one bicycle يعني ولدين هم راكبين على دراجة واحدة هذا الخطأ الأول they are they are cycling on the wrong side of the road هما يعني هم يعني يقودون ويركبون دراجة على يعني الجانب الخطأ من الشارع number three الخطأ الثراث يكون nobody is holding the hand of boss ولا شخص ممسك بالمقاود مقود الدراجة in the second picture يعني في الصورة الثانية there are three things wrong هناك ثلاث اشياء خاطئة the man is driving too fast يعني الرجل جدا سريع الخطأ الثاني he is not wearing his set belt هو يعني لم يكن يرتدي يعني حزام الأمان number three a child is standing in the car الطفلة يعني هي واقفة في السيارة in the third picture في الصورة الثالثة there are four things wrong هناك أربعة اشياء خاطئة number one the woman is not holding the child's hand يعني المرأة لم تمسك بيد الطفلة number two two boys are playing football on the pavement يعني ولدين يلعبون كرة القدم على الرصيف number three the man is not using the zebra crossing الرجل لم يستخدم يعني مكان العبور أو خطوط العبور number four the girl is running across the road الطفلة تركض يعني عبر الشارع which picture is this أي صورة يعني هذه there are three things wrong هناك ثلاثة أشياء خاطئة two boys are riding on one bicycle يعني ولدين هم راكبين يعني في دراجة واحدة they are cycling on the wrong side of the road هم يعني يسوقون على الجانب الخطأ من الشارع nobody is holding the handle boss يعني ولا شخص منهم يمسك بالمقاود فتكون picture والآن لدينا الصفحة الأخرى صفحة 59 of the students book من كتاب الطالب round up round up معناها الموجز now you can do these things الآن تستطيع أن تعمل هذه الأشية number one give instructions أعطي تعليمات cut the page along that line يعني اقطع الصفحة على طول هذا الخط hold the knife in your right hand يعني امسك السكين في يدك اليمنى hold the fish with your left hand امسك السمك يعني ب يدك اليسرى number two give orders يعني أعطي طلبات open the window please افتح الشباك رجاء drink this medicine اشرب هذا الدواء it's good for you إنه جيد لك number three give warnings أعطي تحذيرات don't pick up that broken اعتقد ذلك القدح المكسور you will cut yourself أنت سوف تجرح نفسك never get into a very hot bath أبدا يعني لا تذهب أو لا تسبح في الماء لا تذهب أبدا في الماء يعني أو الحمام الحار جدا you will burn yourself أنت سوف تحرق نفسك always look before you cross the street دائما يعني انظر قبل أن تعبر الشعر number four use reflexive pronouns استخدم يعني الضمار العكاسية I bought myself a new camera yesterday أنا اشتريت لنفسي camera البارحة did you hurt yourself when you fell هل يعني الذيت نفسك حين ما سقط she cut herself with a sharp knife إنها جرحت يعني نفسها بسكين حاد we enjoyed ourselves at the park نحن أمتعنا أنفسنا في المتنزه use if sentences يعني استخدم الجملة في الشرطية if the phone rings I'll answer it if the phone rings I'll answer it كما قلنا بأنه في الشرطية الجملة اللي بعدها تكون مضارع بسيط مضارع بسيط يعني إذا الفاعل مفرد تكون الفاعل بعده يكون في S وإذا الفاعل جميع يكون بدون S والجملة الأخرى جواب الشرط تكون فيها مستقبل will أو shall أو can أو could فالجملة الأولى البعد if تكون مضارع بسيط والجملة الأخرى تكون بالمستقبل وكيف نعرف ها بالمستقبل بإضافة will أو shall أو can أو could فهنا الجملة بعد if rings مضارع بسيط وهنا I'll يعني معناها I will هنا اختصار ل will we'll go home if it is start to rain إذا نحن سوف نذهب إلى البيت إذا بدأ التمطل فهنا if جاءت في الوسط إحنا كما قلنا بأنه الجملة البعد if تكون مضارع بسيط هنا it مفرد الفاعل فتكون فعل vs فتكون بعد it فعل في s فعني هذا بدون نقاش if بعد الجملة تكون مضارع بسيط إذن دائما نحفظ البعد if تكون مضارع بسيط والجملة الأخرى اللي تكون المباراة إذا لم يحاول بجد فأيضا هنا if جاءت في الوسط إذن جملة بعدها مضارع بسيط they don't مضارع بسيط أيضا وقبل تكون بالمستقبل and you can وأنت تستطيع read warnings and instructions at home أنت يعني تقرأ التحذيرات والتعليمات في البيت in shops في المحلات and in the street وفي الشارع identify dangers يعني حدد الأخطار in the street في الشارع and give people and give people warnings وأعطي الناس تحذيرات والآن لدينا موضوع reflexive pronouns الضمار الإنعكاسية هي من اسمها ضمار الإنعكاسية يعني تعكس الشيء يعني مثلا I أنا مثلا myself مثلا أنا جرحت نفسي فأقول أنا نفسي أنا جرحت نفسي I cut myself أنا جرحت نفسي هي هو himself نفسه she herself نفسها it للجماعة أو الحيوان itself they they للجماعة themselves هنا حولنا ال-f إلى v لأنه للجماعة they themselves you yourself أنت أو أنت أو أنتم أو قد تأتي yourselves للجماعة we ourselves يعني نحن أيضا للجماعة ourselves أنفسنا وأيضا حولنا ال-f إلى v إذن عندما نلاحظ في بداية الجملة I فنكتب myself عندما نلاحظ يتكلم الفاعل عن he himself نكتب عندما يتحدث الفاعل عن she ف herself عندما يتحدث الفاعل عن it itself they themselves you yourself we ourselves كمان نلاحظ هنا لدينا بعض الجملة I bought عندما يكون الفاعل I كما تعلمنا عندما يكون الفاعل I فنستخدم myself I bought myself a camera أنا اشتريت لنفسي camera ف I تأتي مع myself فعندما يحفظ الطالب I تأتي مع myself راح يعرف في جاوب she كما قلنا she هنا عن البنت she cut herself كما كما تأتي تأتي مع herself فنقول she cut herself إنها قطعت أو جرحت نفسها بالسكين وتأتي مع ourselves نحن أمتعنا أنفسنا في المتنزه قرروا قرروا أن يثبون للصيد into it فيه Where is your life jacket أين سترة النجات asked Tom سألة Tom It's at home إنها في البيت said Dave قال Dave I forgot it أنا نسيتها If you don't have a life jacket إذا أنت لا تملك سترة النجات You won't come in my boat You won't come in my boat أنت سوف لا تذهب في قاربي said Tom قال Tom Don't be silly لا تكون أحمق replied Dave يعني أجاب Dave I won't need it I won't need it أنا لا أحتاج ها The weather is beautiful يعني الجو جميل I don't like it أنا لا أحب ها said Tom قال Tom The weather can change الجو يعني يستطيع أن يتغير Tom phoned يعني Tom اتصل the coast guards يعني بخفر السواحل on his mobile phone في هاتفي and told them وأخبرهم where they were going أين يعني يذهبون then بعد ذلك they got into the boat هم يعني ركبوا في القارب started the motor يعني شغل المحرك and set off وانطلق they had a good morning fishing كانوا في صباح صيد جميل early in the afternoon يعني في المساء the sky got black and dark يعني السماء يعني أصبحت سوداء ومظلمة I don't like that sky said Tom يعني أنا لا أحب هذه السماء قال Tom we are going home نحن سوف نذهب للبيت I agree said Dave أنا يعني موافق قال Dave start the motor يعني شغل المحرك but the motor wouldn't start ولكن المحرك لا يشتغل they got out the horse هم يعني أخرجوا المجاذيف and tried to row وحاولوا أن يجد the phone but the wind got stronger but the wind got stronger ولكن الرياح أصبحت أقوى and stronger and stronger وأقوى and the waves got bigger and bigger والأمواج أصبحت أكبر وأكبر suddenly فجأة a huge wave يعني موجة عظيمة وكبيرة lifted the bow tap يعني رفعت القرب إلى الأعلى and turned it over وقلبته Tom and Dave found themselves in the water Tom و Dave وجدوا نفسهم في الماء hang on Dave تمسك Dave shout it Tom الصارخة Tom I'm coming أنا قادم Tom reached Dave يعني Tom وصل Dave and pulled him over to the upturned boat ورفعه إلى يعني القارب المقلوب upturned معناها مقلوب boat قارب they held on to the boat هم يعني تمسكوا بالقارب and waited for help وانتظروا للمساعدة about three hours later يعني بعد ثلاثة ساعات they heard a noise هم سمعوا ضوضاء and looked up ونظروا there was a coastguard helicopter in the sky above them كان هنالك يعني helicopter المروحية خفر السواحل في السماء فوقهم soon they were in it يعني هما سريعا كانوا فيها they sat there هم جلسوا هنالك cold and wet يعني باردين and wet ومبللين rubbed in blanket يعني لفوا بالبطانيات thanks tom said dave شكرا tom قال dave you saved my life انت انقلت حياتي that's alright هذا تمام said tom قال tom but next time ولكن المرة القادمة you come in my boat انت تأتي في قاربي you will wear a live jacket يجب مرتدي يعني سترة النجا yes of course I will نعم بالطبع سوف said dave قال dave but how did they know where to look for us ولكن كيف عرفوا اين يبحثون عنه can you answer dave's question تستطيع ان تجيب على سؤال يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق منه هل خليت الروح تراه وعرفت